بدخول الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الثالث تقترب المواجهات أكثر فأكثر من العاصمة كييف حيث حاولت القوات الروسية مع ساعات الصباح الأولى من يوم السادس والعشرين من فبراير شباط الوصول إلى قلب العاصمة في حين تصدى لها الجيش الأوكراني قبل هذه التطورات ظهر الرئيس الأوكراني فيودامير زيلنسكي أكثر من مرة في شوارع العاصمة معلنا بقاءه فيها وداعيا للدفاع عنها ومطالبا المجتمع الدولي بالعمل على وقف الهجوم الروسي شهد حي أبولون الشباكات لليوم الثاني على التوالي بينما سقطت قذيفة ألحقت أضرارا كبيرة ببناء سكني في حي جولياني بقلب كييف كمن دلع حريق في هولوس فيكس لكن دون تسجيل إصابات مواجهات عنيفة حدثت أيضا بحسب الإعلان الأوكراني على المحور الغربي من كييف وفي حي فيشلوورد وباسيليكوف على إثرها أعلن عمدة العاصمة فرضا لحظر التجوال ابتداء من الخامسة مساء حتى الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي إذ سيتعامل مع أي هدف بالشارع على أنه هدف المعادن على بعد أميال قليلة من العاصمة كييف شهدت أو جار الحديث عن هجوم روسي متواصل على قاعدة بريستيكا الأوكرانية والحديث هنا مشاهدين عن تحليق طائرات استطلاع روسية في سماء العاصمة التي شهدت انتشارا عسكريا أوكرانيا مكثفا في أماكن حيوية وحكومية معارك مستمرة في إقليم دومباس إلى الشرق حيث تتغير معطيات المعركة بإعلان الانفصاليين السيطرة على مناطق جديدة وهنا يقصدون المحور الجنوبي ومدينة ماريو بول الاستراتيجية على بحر أزوف وامتداد نهر نيبرو عموما هذه الجغرافيا شهدت تعزيزات عسكرية أوكرانية قالت كييف إنها أرسلتها لدعم المقاتلين الأوكرانيين في كراماترورسك واسلافيان وغيرها من المدن الرئيسة في إقليم دومباس وفي الشرق أيضا شهدت مدينة سوم اشتباكات مباشرة بين الروس والأوكرانيين فيما يشبه حرب شوارع وعلى الحدود الروسية الأوكرانية ما زالت تعزيزات العسكرية الروسية تمضي نحو خاركيف التي تشترك بشريط بري مع شبه جزيرة القرم الواقعة تحت سطرة موسكو منذ 2014 وفاد مراسلنا بدوي صفرات الإنذار أكثر من مرة تحذيرا من غارات جوية في مدينة لذيف الواقع غربي أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا وخيرسون في جنوب البلاد هذا المشهد الميداني المشتعل في مختلف المحاور والجبهات في مدن أوكرانيا يرافقه مسار موازن لتدفق عشرات الألاف من الأوكرانيين نحو دول الجوار عموما وبولندا على وجه الخصوص